مرحبا بكم يا عشاق الدراما التركية هل تعلمون أن وسامة أبطالكم المفضلين وأداؤهم الساحر لم تمنعهم من أن يكونوا محور إشاعات غريبة ومجنونة؟ بعض هذه الإشاعات ستجعلكم تضحكون من قلوبكم وبعضها ستدفعكم للتفكير هل من الممكن أن يكون هذا حقيقيا؟ في هذا الفيديو سنسرد لكم أغرب عشر إشاعات طاردت نجوم تركية ونكشف الحقيقة وراءها بأسلوب سلس وممتع اضغطوا لايك ولنبدأ الرحلة في يوم من الأيام انتشرت إشاعة طريفة تقول إن الممثل الوسيم جان يامان يفكر في إجراء عملية جراحية ليضيف عضلات خارقة إلى جسده ليصبح نسخة واقعية من سوبرمان أثارت هذه الإشاعة موجة من الضحك على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن جان معروف ببنيته الرياضية الممتازة وعندما سئل عن الأمر ضحك قائلا إذا أعطوني زي سوبرمان قد أفكر في الأمر يبدو أن جان يعرف كيف يحول الإشاعات إلى نكتة خفيفة الإشاعة الثانية كانت تدور حول النجم بوراك أوس جيفيت الذي ترددت شائعات بأنه يرفض العمل مع أي ممثلة لا تتمتع بجمال فائق هذا الأمر أثار الجدل بين معجبيه وأثار حفيظة البعض حيث وصفوه بالمغرور لكن بوراك رد على هذه الإشاعة بحكمة قائلا الجمال الحقيقي هو الموهبة يبدو أن هذه الإشاعة لم تكن سوى محاولة لإشعال الجدل حول مسلسله الجديد هل تصدقون أن مهند الوسيم يعيش في قصر تسكنه الأرواح؟ هذه الإشاعة الغريبة بدأت بعد انتشار صورة له بجانب قصر أثري أثناء تصوير أحد أعماله لكن كيفانش لم يدع هذه الشائعة تستمر طويلا حيث قال مازحا القصر كان مجرد موقع تصوير وبصراحة لا أريد مقابلة الأشباح حاليا حتى الأشباح لا تستطيع الاقتراب من هذا النجم الشائعة التي لحقت شتاي أولوسوي كانت من نوع مختلف تماما ترددت أخبار أنه أقام حفل زفاف سري بعيدا عن الأضواء وبينما اشتعلت وسائل الإعلام بالبحث عن العروس المجهولة نفى شتاي الخبر تماما وأكد أنه يركز حاليا على أعماله الفنية يبدو أن هذه الإشاعة كانت مجرد أمل من معجباته لإبقائه في دائرة الضوء واحدة من أغرب الإشاعات كانت عن النجم أنجين أكيوريك حيث قيل إنه يخطط لترك التمثيل والتفرغ لكتابة الروايات هذه الإشاعة أثارت القلق بين عشاقه لكنه طمأن الجميع قائلا أنا أحب التمثيل والكتابة معا لماذا أختار بينهما؟ يبدو أن الجمهور يمكنه التنفس بارتياح فأنجين لن يترك الشاشة قريبا أما الإشاعة التي طاردت أراس بولوت إيملي فهي أنه يعاني من خوف مرضي من القطط بدأت هذه الإشاعة عندما رفض مشهدا يتضمن قطة في أحد مسلسلاته لكن الحقيقة كانت بسيطة جدا أراس كشف قائلا القطة في المشهد كانت عدوانية قليلا ولم أرد أن أتعرض لخدش وهكذا تحولت لحظة بسيطة إلى شائعة غريبة من منا لا يحلم بامتلاك جزيرة خاصة لكن هل يمكن أن يكون كينان إمرزالي أوغلو حقا قد اشترى واحدة ليعيش فيها بعيدا عن صخب الحياة؟ هذا ما قالته الإشاعات ومع أن الفكرة تبدو مثيرة إلا أن كينان نفى الخبر تماما قائلا لو كنت أمتلك جزيرة كنت سأدعو الجميع لقضاء عطلة هناك يبدو أنه لم يحالفه الحظ في هذه الإشاعة الإشاعة التالية كانت واحدة من أكثر الإشاعات جنونا قيل إن ألب نافروز يعتقد أنه يمتلك قدرة خارقة على التحكم في الوقت هذا الخبر انتشر بعد أن نشر تعليقا غامضا على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي ألب بدوره استغل الإشاعة وأضاف جرعة من الفكاهة قائلا لو كنت أتحكم في الوقت كنت سأجعل عطلاتي أطول قليلا الشائعة التي لاحقت تولغا ساريتاش كانت أنه يخاف من ركوب الطائرات مما يجعله يفضل السفر بالسيارة حتى لو كانت المسافة طويلة لكن الحقيقة أنه يسافر كثيرا بالطائرات بسبب عمله تولغا علق على الإشاعة قائلا مثل أي شخص أشعر أحيانا بالتوتر أثناء الإقلاع لكن هذا لا يعني أنني أخاف الطيران مجرد لحظة عادية تحولت إلى شائعة آخر شائعة معنا هي عن النجم مراد يالدريم حيث ترددت أخبار أنه يستعد للترشح لمنصب سياسي كبير البعض قال إنه يخطط لدخول البرلمان والبعض الآخر زعم أنه يسعى لمنصب وزاري مراد بدوره ضحك على هذه الإشاعة قائلا السياسة ليست ضمن اهتماماتي حاليا أنا أحب أن أركز على التمثيل وصنع الابتسامة لكن من يعلم؟ ربما يفاجئنا مستقبلا أي من هذه الإشاعات وجدتموها الأكثر غرابة؟ وهل تتمنون أن تكون واحدة منها حقيقية؟ شاركون أراءكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتبقوا على إطلاع بكل جديد ومثير